ايه اللي ممكن يحصل لو لا قدر الله بعد الشر عنكم واحدة حامل مصيبت بسلالة المتحور الجديد او فيروس كورونا سواء فيروس كورونا السلالة القديمة او المتحور الجديد ايه اللي ممكن يحصل ليه الجنين اللي ممكن يحصل ليها هي هل ممكن بعد الشر الجنين يتئذي هل ممكن لا قدر الله يحصل ليه الحامل اي مضاعفات مثلا اجهاد ولادة مبكرة كل ده هنطمنكم عليه حلقة النهاردة بس رجاء أطلب من حضرتكم أن تتابعوا الحلقة كويس جدا لحد الآخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتكم وحلقة جديدة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولا وأكثير من الصلاة على الحبيب المصطفى فبها نسعب بإذن الله تعالى طيب أول حاجة نطمنكم عليها غالبية الدراسات التي اتعاملت على الحوامل التي أصبنا بفيروس كورونا سواء المتحور القديم أو حتى المتحور الجديد ما فيش حاجة بتقول أن الجنين سيصاب بهذا الفيروس وهو داخل الرحيم حتى الأعداد القليلة جداً اللي حصل أن الجنين أو أن الطفل اتصاب كان هذا الأمر أثناء الولادة أو بعد الولادة وكان بسبب أنه لقط العدوى عن طريق الجهاز التنفسي بتاعه إنما وهو داخل الرحيم ما فيش الكلام ده وده اللي أثبتته غالبية الدراسات طيب هل ممكن يسبب بولادة مبكرة؟ هل ممكن يسبب إجهاض برضو الدراسات؟ ما قالتش كده خالص إنما فيه حاجة مهمة لازم نبقى عرفين ممكن وأنا بتعالج بياخد دواء غلط بياخد دواء غلط غير مناسب للحوامل الدواء ده هو اللي هيعمل مشكلة للبيبي هو ده اللي هيعمل مشكلة للجنين مش الإصابة بهذا الفيروس ذات نفسه اتفقنا على كده؟ طيب أعرف إزاي أو حضرك بقى تعرف إزاي أن أنت أصيبتي بالمتحور الجديد اللي هو أوميكرون طبعا لازم المسحة ولازم يتعمل كشفة على هذه الحالة اللي تتأكد إنها أصيبت بهذا الأمر ولكن أشهر حاجة واللي أكد عليها الخبراء إن الحامل لو حسب بالتهاب حل التهاب في الحلق التهاب الحلق ده دي العلامة المشهورة جدا في الإصابة بالمتحور الجديد أوميكرون طيب أعمل مثلا مسحة ولا ما أعملش مسحة هو الفكرة لو متأسر ليك تعمل المسحة دق الأفضل عشان تبقي مطمنة إزا كان ده كده ولا مش كده ولكن هنعتبر إن أي إصابة بدور برد عادية هو أوميكرون ليه؟ لأن تقريبا أعراض دور البرد العادية دور الإنفلوانزة العادية نفس دور المتحور الجديد لأن المتحور الجديد نطمنكم إنه ضعيف جدا يعني شوية أعراض خفيفة سيلان أنف وجع في الراس زي ما قلنا التهاب في الحل وبيعود له بتاع حوالي 3-4-5-6-7 أيام وانتهى على كده ده حسب ما الخبراء أكدوا على إن المتحور الجديد ده ضعيف بس بأكد تاني الغلطة مش إن إحنا نبقى عندنا هذا الفيروس لأ الغلطة إن أنا أخذ علاج غلط ولذلك أي واحدة جالها دور إنفلوانزة أو دور أوميكرون مهم جدا إنها تستشير طبيبها الخاص في إيه هو العلاج المناسب لو أنا شكه إن ده أوميكرون أو إن ده دور برد عادية أدوية البرد أصلا ببرة فكرة رحلة الحمل غلط جوه أدوية البرد اللي حضرتك كنت ابتخديها قبل الحمل غالبيتها غير مناسبة جوه الحمل دي أدوية البرد العادية الحاجة اللي ممكن تأثر بس على الجنين هو إن ينقص عندك الأكسجين ودي المضاعفات الشديدة شوية بالنسبة لأي حد تعرض للإصابة بفيروس كورونا بواجه عام أول السلال الجديدة حد بواجه عام غالبية اللي بيجي لهم الموضوع ده بتبقى الأعراض خفيفة زي أعراض كأنها جالها دور برد عادية إنما لو وصلنا لمرحلة ضيق التنفس الأكسجين قل وهنا نصيحة للي يقدر يعني يشتري جهاز قياس الأكسجين في الدم ممكن تشتريه عادي وجهاز بتحط فيه صباعك كده وبيتقاس نسبة الأكسجين في الدم الأكسجين لو قال هي هنا المرحلة اللي احنا مش حابين إن حضرتك بتوصل لها لو أنت حاس بضيق تنفس كرشة نفس مش قادرة تاخد نفسك ما تتهونيش أبدا إنك لازم تروح ليه للطبيب لازم تتلقي علاج مناسب وتبقي تحت رعاية مش هيحصل للجنين حاجة مش هيحصل لك أي مضاعفات بس الإهمال هو اللي بيعمل المضاعفات الإهمال هو اللي بيعمل المضاعفات خاصة إن حضرتك ممكن بعد الشهر ممكن تكون عندك مضاعفات أصلاً زي مثلاً ارتفاع ضغط الدم ممكن يكون السكر عند حضرتك عالي في فترة الحمل موضوع السكر بيبقى مش متزبط أصلاً في فترة الحمل بسبب الهرمونات بتاعت الحمل بتخلي الحامل بواجه عام حتى لو هي كانت سليمة حتى لو هي سليمة أصلاً ما عندهاش سكر قبل الحمل وبعد الحمل بيش هيبقى عندها سكر بس فترة الحمل ممكن تتعرض إنها يبقى عندها سكر فاللي عندها مثلاً احتمالة إنها يبقى عندها سكر أو إن ممكن تبقى عندها ارتفاع في ضغط الدم هنا التركة الصغيرة بس إن ده مع ده مع علاج غلط مع ديء تنفس بقى ومضاعفات تانية وأسيب نفسي كده أشوف مثلاً أنا ممكن أخف الواحدي هنا اللي ممكن تحصل مشكلة ليه الجنين لإنك أنت سيبت نفسك بتتهاب الحامل في فترة الحمل بس هي بتعاني من ضعف عام ضعف في الجهاز المناعي ضعف الجهاز المناعي ده بيبقى ناتج عن إيه لإن أي واحد مننا لما بيدخل جسمه شيء غريب عنه الجهاز المناعي على طول بيتحرك ويبدأ يسخن ويبدأ يحربه عشان ده جسم غريب ده مش من الجسم بتاعي فالحامل الجنين بتاعها ده عمر جسم حضرتك ما كان متعرف عليه فهيعتبره جسم غريب فلذلك بأمر من ربنا سبحانه وتعالى خلى الجهاز المناعي في فترة الحمل يبقى ضعيف شوية فاللي إحنا عايزين نعمله عشان لو حضرتك مثلا أصبتي بيه المتحور الجديد طميني إن شاء الله حاجة خفيفة وهتعدي بس زي ما قلتها حضرتك كده لو وصلت مرحلة ضيق التنفس وإن أنتش قدر تاخد نفسك ده لازم على طول تروحي للطبيب إنما في الغالب أعراض خفيفة نعالجها إزاي نشرب سوائل نتغذى كويس ناكل خضروات وثواكه وبروتين حيواني ونباتي وغذاء نظيف وناخد حاجة زي مثلا اللاكتوفرين اللي هي موجودة في البرافوتين مثلا وفي أدوية كتيرة جدا بتبقى فيها اللاكتوفرين اللاكتوفرين ده مضاد أكسادة بيحسن من امتصاص الحديد اللي موجود في الأكل يعني الأكل اللي بتكليه بتستفيدي من الفيتامينات والمعادن الموجودة فيه فبيرفع جهازك المناعي وبيحارب أي فيروس أو بكتيريا جسمك بيتعرض لها اللي هو اللاكتوفرين فده مهم جدا إن حضرك تاخده لو حاسيت إن عندك ظهر بردة حتى عادي ما فيش أي منه مشكلة هو بيبقى عبارة عن أزرف هذا الظرف بنفضيه في ربع كباية لبن أو حتى ربع كباية مية وندوبها كويس جدا ونشربها ناخد منها مثلا لو إحنا في حالة الشك إن إحنا مصابين ولا حاجة ممكن ناخد منها من كسين لأربع أكياس وطبعا وفقا لاستشارة طبيبك الخاص ده مهم جدا لرفع جهازك المناعي المكاملات الغذائية اللي بتحتاجها الحامل عشان تواجه بيها كمان فيروس كورونا لعله هو الفيتامين اللي الدكتور كاتبه لك اللي هو المالتي فيتامينز في كابسولة بتاخديها فيها كل الفيتامينات دي بس كافية إن حضرتك تاخديها بانتظام لو حضرتك مش بتاخديها يبقى استشيري طبيبك إن إنتي تاخدي كابسولة فيها كل الفيتامينات والمعادن اللي بتحتاجها الحامل عشان رحلة الحامل بوجه عام أو إن إنتي تهتم شوية بالمكامل الغذائي اللي بيحتوي على فيتامين سي وزانك وفيتامين دي لو بعد الشهر مثلا تعرضت لارتفاع درجة الحرارة وحسيت بتكسير العظام المسكن الآمن في هذه اللحظات هو البندول العديد المشكلة إن إحنا في هذه الفترات اللي بيبقى فيها موسم الإصابات بفيروس كورونا المتحور الجديد المتحور الأديم أدوار البرد العادية بيبقى في ضغط على البندول ففي الحالة دي بيحصل ناقص شوية في البندول نعمل إيه؟ لا فيه بدايل كتيرة جدا للبندول العادي أهم حاجة وإنتي حامل ما تخديش حاجة غير كلمة براسيتامول وده الإسم الكيميائي اللي هتلاقيه تحت كلمة بندول طيب البراسيتامول العادي ده هلقيه في أدوية تانية زي إيه؟ زي الأبيمول العادي هتلاقيه فيه البرامول هتلاقيه فيه الستال هتلاقيه فيه دواء برضو اسمه براسيتامول يعني الاسم الكيميائي والتجاري اسمه براسيتامول ففي الحالة دي هتاخدي أرسل البراسيتامول مفيش منه أي ضرر بإذن الله تعالى مفيش أي ضرر على الحامل الدراسات أثبتت أن البراسيتامول آمن على الحوامل ولا يسبب أي ضرر لا على الجنين ولا على الحامل وبيخفض من درجة الحرارة وبيسكن ألام الصداع وتكسير العزر ويأشرب مياه كتير ويأتابع وضع جنيني أثناء ما أنا مصابة أول بأول موضوع الأكسوجين ده موضوع مهم جدا 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 لازم في الفترة دي أن أنت تقيسي نسبة الأكسوجين في الدم عشان تطميني أن ما فيش أي حاجة وحشة هتحصل لك ولا تحصل للجنين وإن شاء الله ضمتم سالمين يا رب وسلام على التي أصبنا بهذا الفيروس شفاكم الله وعفاكم وسلمكم وسلم أجنتكم وتشوفوهم بخير يا رب بين يديكم وفي أحضانكم سلام عليكم شكرا للمشاهدة